اليوم سوف نتعرف على طريقة كيف يتيح المشكل تنزيل قصة على تطبيقك الخاص تيك توك ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط هنا على الضبط والإعدادات ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل هنا تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيق تيك توك سوف تقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إجباري ثم بعدها تضغط على موافق ثم سوف نقوم بالنزول للأسفل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين هنا تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالذهاب لماتشار جوجل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك سوف تجد هناك تحديد تضغط عليه ليتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو